ابتدأ عام آخر من التعليم في مأرب لم يتغير الوضع كثيرا في البنية التحتية وظروف التعليم بالمحافظة موازاة بالتحولات الأخيرة حيث ما زالت التحديات والصعوبات المتمثلة بازدحام المدارس وتواضع المستوى التعليمي بالقطاعين العام والخاص فالتعليم الحكومي بقي على سابق عهده دون تغيير مقابل ذلك شكل القطاع الخاص فرصة استثمارية سهلة وتجارة مربحة على حساب جودة التعليم هو رافض من رافض التعليم وهو عون لكن أيضا بالمقابل إن لم يكن هناك رقابة ومعايير من قبل الجهة المعنية في مكتب التربية والتعليم فسيتحول التعليم الأهلي إلى استثمار مجرد ستكون المعيار هو معيار الربح وهو ما يحدث الآن فعلا معيار الربحية تكديس الطلاب بأعداد كبيرة أكثر من الأعداد التي ينبغي أن تكون في الفصل أيضا الرسوم باهرة تثقل كاهل المواطن تجهيزة تثنية ضعيفة بل تكاد تكون منعدمة شقة تتحول فجاء إلى مدرسة مكتب التربية في المحافظة غامل وبشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية على استيعاب الكم الكبير من الطلبة وتوفير كوادر لمواكبة العملية التعليمية بالإضافة إلى طباعة الكتاب المدرسي بعيدا عن تعديلات ميليشيا الحوثي وبالنظر إلى تلك المعالجات تبقى الفجوة كبيرة بين واقع التعليم وما يجب أن يكون عليه اليوم أعداد الطلاب كل يوم في تزايد أعداد النازحين كل يوم في تزايد في مارب البنية التحتية للتعليم في مارب لا تستعب مثل هذه الأعداد وبالتالي هذا لا نعتبر أنه عجز أو يعني عند الأخوة في السلطات المحلية في مكتب التربية والتعليم في محافظة مارب أنهم يستعبون مثل هذه الأعداد هذا أكبر من كانتهم أكبر من كانت السلطة أكبر من كانت حتى الحكومة في الوقت الحالي في محافظة مارب يجب أن يكون هناك استثمار في مجال التعليم أو يعني التعليم الأهلي ولكن يأتي بالجودة صحيح أن مارب تشهد حركة متزايدة وغير مسبوقة كونها الأكثر مناسبة للإقامة والعمل ما ضاعف نسبة المقبلين على التعليم ما يحتم على السلطات المحلية والحكومة العمل الجاد لتوفير بيئة مناسبة للتعليم إلى جوار الكثير من الأسباب مثل نقص الكادر التعليمي وغياب الكتاب المدرسي وتوقف تحديث البنية التحتية للمدارس تبقى مشكلة ازدحام مدارس مارب قائمة وهو ما يسبب انعكاسا سلبيا على العمليات التعليمية خليل طويل قناة بلقيس مأرف